موسيقى من فضائية العراق التربوية تجدد اللقاء بكم عزائنا الطلبة ودرس جديد من دروس مادة الفيزياء المخصص للصف الخامس الألمي عزائنا الطلبة احنا مستمرين وياكم في الفصل الثاني الحركة وتوقفنا وياكم في دروس سابقة بمفهومين السرعة المتوسطة والانطلاق المتوسط واليوم رح نتعرف إلى مفهومين جديدين هما السرعة الآنية والانطلاق الآني تعال ويانا عزيزنا الطالب للوحة وخلينا نوضح الفرق بين مفهومين السرعة الآنية والانطلاق الآني وخليك ويانا وخلينا نشوف معنا المفهومين طبعا حتى أفهمك آني السرعة الآنية والانطلاق الآني قبل ما أبدي بهذول المفهومين بالصيغة اللي طارحها بكتابك المنهجي أحب أقول لك كل شي آني يعني في هذه اللحظة يعني آني دا أقيس رقم في هذه اللحظة ومن الممكن أن تتغير في اللحظة التي تليها وهكذا أما لما جنت آني أقيس معدل أو متوسط كان هو الرينج ثابت خلال كل فترة الحركة أما هسا آني رح أقيس وياك سرعة آنية آنية يعني هسة وانطلاق آنية يعني هسة بهاي اللحظة اللي أنا دا أحتي بيك وياها إش قد كان هو انطلاق الجسم إش قد كانت سرعة الجسم خلينا ننطلق ونفهمك هاي المفهومين حسب المخططات البيانية الواضحة أمامك على الشاشة عزيزنا الطالب خلينا نشوف آني وياك شون إحنا كل وحدة بنعدهم شون رح أشرحها إلك يقول لدراسة الحركة بالتفصيل يتطلب معرفة مقدار سرعة الجسم عند أي لحظة زمنية وسرعة كذلك الجسم المتحرك عند أي لحظة زمنية حسميها بالسرعة الآنية هذا الآن تعريف السرعة الآنية هي سرعة الجسم المتحرك مثل ما قلت لك في لحظة زمنية بهاي اللحظة الزمنية هو أسميها السرعة الآنية السيارة اللي كانت بالشكل الثمانية اللي حسبنا لهالسرعة المتوسطة يقول أريد أشوف المخطط البياني ما للإزاحة الزمن اللي هو ظاهر عندك بالرسم البياني الأول أمامك على اللوحة وأريد أشوف ميل المستقيم أو السلوب ميل المستقيم اللي هو السرعة المتوسطة يساوي التغير بالإزاحة على التغير بالزمن يقول كلما تقترب النقطة بي من النقطة أي بقيم أصغر لكل من دلتا أكس و دلتا تي هحصل على قيم أصغر لميل المستقيم و كذلك قيم أصغر لسرعتها المتوسطة شوف عزيزنا الطالب وين كان موقع بي وين كان موقع أي في الرسم البياني الأول والآن خلينا نشوف وين صار موقع بي وموقع أي اقترب جدا موقع أي عن موقع بي وكل مدى يقترب موقع أي عن موقع بي أن دا أحصل على قيم أصغر لميل المستقيم اللي هو من هو اللي هو السلوب من دا أخذ دلتا أكس و كذلك دا أخذ دلتا تي يقول له أقربهم أكثر يعني أستمر بتقريب النقطة بي إلى النقطة أي فإن مقادير كل من دلتا أكس و دلتا تي تقترب من الصفر حتى يصبح الخط المستقيم مماس للمنحني انظر عزيزنا الطالب شون أنه المنحني أصبح مماسا للخط المستقيم في النقطة أي طبعا هذا الشكل أمامك إن ميل هذا المستقيم يعطي مقدار السرعة الآنية للسيارة عند النقطة أي إذن هي هاي النقطة هنا بالميل وين صار الخط المستقيم مماس للمنحني هي هاي مقدار السرعة الآنية للسيارة وين في النقطة أي هنا أنا بالبيانة يوضح لك معنى السرعة الآنية وشقد أنت مفهوم هذا المفهوم من الضروري أنه تعرف فرق بيني وبين السرعة المتوسطة مطيق مثال من حياتنا العملية يقول مقدار سرعة الجسم المتحرك عند أي لحظة في منحني إذا حزمن هو مقدار السرعة الآنية في تلك اللحظة إذن حتى تعرف ماذا تعني مقدار سرعة الجسم عند أي لحظة منحني إذا حزمن هي هاي السرعة الآنية عزيزة الطالب هل يعني أنت كنت تعلم أن الرقم اللي نقرأ على عداد اللوحة الموضوع في السيارة أمام السائق هو يشير إلى الانطلاق الآن للسيارة ولا يعين اتجاه السيارة إذن حسن صار مفهوم أمامنا يكون واضح أنه أثناء سيارنا كنا نستعمل السيارات أنه العداد اللي إحنا نسميه بالعامية عداد السرعة هو مفهوم خاطئ فيزيائي لأن الحقيقة هذا مو عداد سرعة هذا عداد انطلاق ونوع الانطلاق هم مو انطلاق متوسط السيارة ما تقيس لك انطلاق متوسط تقيس لك انطلاق آني لأن هذا تطيق رقم لكل ثانية أنت دايس بها البانزين عزيزنا الطالب تطيق مقدار انطلاقك الآن في هذه اللحظة فإذا أجاك سؤال بالامتحان ماذا يمثل الرقم الظاهر على عداد سيارة منطلقة بسرعة معينة تقول هذا عداد الانطلاق الآن يعني يطيقنا رقم للانطلاق الآن للسيارة هذه الملاحظة جدا مهمة عزيزنا الطالب ونستمر وياك وخلينا نروح إلى موضوع آخر مهم هو الحركة بسرعة ثابتة يقول إذا تحركت جسم ما على خط مستقيم وقطعة إزاحات متساوية في فترات زمنية متساوية الآن ندرس حركة جسم لكن مثل ما دا تشوف منا لهنا مش مية وخمسين مترة لهنا تلاثمية إذن منا لهنا مش مية وخمسين إذن إذا دا يمشي منا لهنا مش مية وخمسين وأيضا من هذا الموقع لهذا الموقع مش مية وخمسين مترة إذن الآن هو دا يقطع إزاحات متساوية خلينا نشوف الفترات الزمنية حاطتنا عداد زمن عزيزنا الطالب مننا هنا نشوف قطع هذا الزمن ومننا هنا قطع نفس الزمن اللي قطعه أول مرة إذن أزمان أيضا متساوية يقال عندئذن إذا أشوف جسم ده يقطع مسافات متساوية إزاحات عفوا متساوية في أزمان متساوية أقول حركة الجسم ثابتة وتدعى سرعته بالسرعة الثابتة أيضا نجد أن السيارة تتحرك بخطين مستقيم فهي تقطع 150 متر كل 15 ثانية عزيزنا الطالب شوف هنا عداد الزمن قاس لي أو شي صفر ما كانت منطلقة ثاني موقع لها قاس 15 ثانية ربع الثانية والثاني أو ثاني زمن قاسي أيضا كانت 30 بس 30 مو هاي الـ 15 الأولى و15 الثانية ف30 إذن هو كل حركة إليه دي قطاع 15 ثانية أي أنها تتحرك بسرعة ثابتة من أشوف جسم يقطع إزاحات متساوية في أزمان متساوية أقول الجسم تحت تأثير سرعة ثابتة وشنية السرعة الثابتة شون طلعها قسم الإزاحة على الزمن طلع عندك 10 متر على الثانية لما نرسم مخطط بياني بين الإزاحة والزمن مثل هذا الشكل الظاهر أمامك على محور Y عندنا الإزاحة وعلى محور X يجي عندنا الزمن هذا اللي قدامك المخطط البياني ما للإزاحة والزمن نحصل على خط مستقيم وميل المستقيم شي ساوي لي ساوي لي عندها السرعة المتوسطة هذا هو الميل السلوب اللي يقول عليه اللي هو يساوي دلتا X على دلتا T إذا رسمنا مخطط بياني بين السرعة والزمن نحصل على خط مستقيم أفقي شوف رح أحصل على خط مستقيم أفقي لأن هنا سرعة السيارة ثابتة المقدار والاتجاه فمن يجيك مخطط بياني مرسوم لك بالامتحان ما بين السرعة والزمن وخط مستقيم ويقول لك المدرس ماذا يمثل هذا الخط المستقيم الأفقي قل لي يمثل سرعة سيارة ثابتة المقدار تتحرك وكذلك ثابتة الاتجاه هذا سؤال جدا مهم ومن المحتمل كثير من الأساتذة يلجأون إلى لأن لازم الطالب طالب صف خامس علمي يعرف الفرق في المخططات البيانية فصلك الفصد الثاني حقيقة هو يشارح لك على المخططات البيانية في تغيير قيم السرعة إلى الزمن وكذلك الإزاحات إلى الزمن فلازم أكون أنا دقيقة من أقرأ خاصة وأني عندي موضوع مثبت في كتابي منهجي عن السرعة الثابتة السرعة الثابتة اللي هو فيها الجسم يقطع إزاحات متساوية في أزمان متساوية نكمل وياك عزيزنا الطالب في مفهوم آخر اللي هو التعجيل بعد ما تعرفنا على الإزاحة والمسافة كذلك بعد ما تعرفنا نوياك على السرعة والانطلاق إجي الوقت الآن نتعرف على أهم مفهوم في الفصل الثاني الحركة اللي هو التعجيل التعجيل عزيزنا الطالب ومضح لك بالصور الأمامك تظهر على الشاشة يمكن أن تتحرك مركبة أو شاحنة أو دراجة بسرعة ثابتة المقدار والاتجاه لفترة معينة كما يوضح الشكل أمامك ويمكن أن يزيد مقدار سرعتها خلال فترة زمنية معينة فتكون حركتها تسارعية ومن الممكن أن نتقل يعني يصير تباطئ خلال مدة زمنية أخرى إذن هنا حركتها بتباطئ وينتج التعجيل ما ينتج التعجيل عندي بالفيزياء ينتج من حصول تغير في اتجاه السرعة إذن ما تعريف التعجيل هو التغير الناتج من حصول تغير في اتجاه السرعة طبعا بهالحال يكون انطلاقها ثابت لما تسير المركبة على منعطف أفقي يعني شنو عندي مسارها دائري بانطلاق طبعا مسار دائري وبانطلاق ثابت أسمي هذا النوع من التعجيل بالتعجيل المركزي هنا دي أعلمك على أنواع التعجيلات وخاصة إذا أنا مسار مالتي مسار دائري مخط مستقيم بهالحالة أنا أسمي هذا النوع من التعجيل التعجيل المركزي ورمز التعجيل أدنى بالفيزياء هو الرمز small a وعالية سهم لأنهم الكميات المتجهة أما التعجيل المركزي عزيزنا الطالب فأني أرمز له بA sub c small c دلالة على تعجيله من النوع المركزي إذن ما تعريف التعجيل هو المعدل الزمني للتغير في مقدار سرعة الجسم هو هذا تعجيل الجسم نعيد التعريف لأن جدا مهم هو المعدل الزمني للتغير في مقدار سرعة الجسم ومثل ما قلت لك أرمز له بالرمز small أي علية متجه وهو على حسب هذا التعريف هو التغير في مقدار السرعة إذن هو دلتا V على دلتا T وعندما تكون السرعة ثابتة في المقدار والاتجاه هنا تعجيل صفر هنا إجاني سؤال جدا مهم متى يمكن أن يكون تعجيل الجسم صفرا عزيزنا الطالب نجاوب عندما تكون سرعة الجسم ثابتة في المقدار وأيضا الاتجاه إلى هنا عزيزنا الطالب كمنوا إياكم مفاهيم عديدة في درسنا لهذا اليوم نحن نطلق إياكم في دروس قادمة إن شاء الله في تكملة ما تبقى من مفردات الفصل الثاني الحركة ملتقانة وإياكم في دروس قادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة